هذه التطورات المتسارعة في ملف القدس تأتي في وقت تواصل فيه الدبلوماسية الأردنية اتصالاتها ومشاوراتها المكثفة مع العواصم العربية والإسلامية والعالمية لتنصيق المواقف والتحركات في ضوء الأنباء التي تتحدث عن اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا يقضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال ويعتزم الأردن وفقا لوزارة الخارجية الدعوة إلى اجتماعين طارئين للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية ولوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في حال تم اتخاذ هذا القرار مشاورات مكثفة وتحذيرات متواصلة من اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية القرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها من تل أبيب وما سينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة تدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر ويقوض الجهود التي تستهدف إحياء عملية السلام الجهود الأردنية في هذا الإطار متواصلة ومكثفة حيث يقوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين بمشاورات مع نظرائه لتنصيق المواقف حول سبل التعامل مع تداعيات القرار الخطير إذا اتخذ وزير الخارجية كان أجرى أيضا اتصالا مع نظيره الأمريكي شدد فيه على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس وعدم اتخاذ أي قرار يستهدف تغيير هذا الوضع مشيرا إلى خطورة اتخاذ أي قرار يدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر ويقود الجهود السلمية في ضوء المكانة الدينية والتاريخية والوطنية للقدس فلسطينيا واردنيا وعربيا وإسلاميا وانسجاما مع القرارات الدولية التي تؤكد أن وضع القدس يتم تقريره في مفاوضات الوضع النهائي العرب أيضا حذروا من تداعيات اتخاذ هذا القرار حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بنقل سفارتها إلى القدس سيكون إجراءا خطيرا له عواقب وتداعيات ولن يمر من دون تبعات تتناسب ومدى خطورته فيما حذرت السعودية من تداعيات بالغة الخطورة معبرة عن قلقها البالغ والعميق من هذه الخطوة فقلنا كالترامب السفارة الأمريكانية تنتقل على القدس فاهم وكل السفارات الأجنبية تنتقل على القدس فاهم بتغيرش حقيقة أن القدس منطقة محتلة فاهم ومنطقة عربية كانت هذا إشي رمزي إشي رمزي مش إشي يعني عملي يعني لما تجي تكون لما تقول القدس عاصمة إسرائيل طبعا كل العالم بده يعتز لأنه في قرارات هيئة الأمم المتحدة الحكومة الفلسطينية حذرت أيضا من أن هذا القرار إن اتخذ فإنه يهدد السلام والأمن في المنطقة بل والعالم ودعت الشعب الفلسطيني إلى التعبير عن رفضهم للتوجهات الأمريكية الخطيرة حراك سياسي مكثف للتعامل مع هذا القرار الذي أجل الرئيس الأمريكي اتخاذه رغم انتهاء المهلة المحددة الاثنين حيث أقر الكونغرس الأمريكي عام 1995 قانونا ينص على وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ويطالب بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس رغم أن القرار ملزم إلا أنه يتضمن بندا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة أشهر لحماية مصالح الأمن القومية وهو ما قام به الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بصورة متضمة وتبرين أن الظروف لم تنضج لذلك بعد والقدس عروس عروبتنا لن تسمح لها أن تنضج أبدا